بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد أمين عاوز أختم بموضوع أخير تأمل كده عشان نطلع بحاجة قبل ما نمشي من الحاجات اللي تخلي الواحد يعرف يوصل للسماء أنه يحافظ على سلامه في الزمن ده أكتر حاجة بشوفها أن أغلب الناس بما فيهم خدام فاقدين سلامهم الناس مكشرة متجهمة ونزعجة القلق والخوف صوته عالي السلام هرباء مع أن إحنا كمسيحيين السلام ده حاجة تميزنا مش كلمة بنقولها لا دي حالة بنعيشها لأن المسيح قال السلامي أتركه لكم الاحتفاظ بالسلام ضرورة لدخول السماء عارفين ليه؟ لو فكرته لما السلام بيهرب المناعة بتقل يعني واحد فقد سلامه تلاقيه يغضب بسهولة تلاقيه لوم الناس ويدين الناس كتير تلاقيه قع في التزمر وممكن توصل لتكديف مع فقدان السلام تلاقيه فين دفاع في القرارات وتيجي قرارات غلط تعمل مشاكل كبير مع فقدان السلام ممكن الإنسان يكره ويحقد إذن فقدان السلام بيفتح باب جهنم من هنا مفيد ومهم أن الواحد يحتفظ بسلامه مهما كانت الظروف لأن اللي بيحتفظ بسلامه أقرب للسماء وأسهل ويمشي صح مش هيعرف يمسك نفسه عن أخطأ كتير فعاوز أكلمكم إزاي الواحد يحتفظ بسلامه أولا من ناحية إيجابية كخادم مفروض تحتفظ بسلامك ليه لأن سلامك ينعكس على اللي حواليك ما أجمل البيت اللي الأب والأم دايما عندهم سلام يبخت عيالهم وما أتعس الشباب اللي طالع في بيت كله نكد وكله زيئ لأنه فأصبح أنهم هيطلعوا مضطربين نفسيا من كتر الزيئ اللي في البيت فإذا سلامك بيتنقل اللي حواليك السلام ده مؤثر جدا الشخص اللي محتفظ بسلامه بيشيع سلام والشخص المنزعج بيشيع انزعاك فإحنا المفروض نتواجد في الدنيا عشان نملح الدنيا كلها ونخلي الدنيا كلها سلام كمان الخادم اللي ما عندوش سلام هيقول للناس إيه هيبشر بإيه إذا كان هو نفسه واسمه له علاقة بربنا ومش موصله للسلام يعمل بضاعة بتاعتك مضروبة هتقول للناس قربوا من ربنا ليه ما هي مش جايبة نتيجة معاك وريني النتيجة في حياتك هلقال لما نشوفك قربت من ربنا مبسوط وهادي وعندك سلام نقول أيوة عاوزين نبقى زيك لكن انت قريب من ربنا وعصب يطول النهار يبقى مالوش لازم نقرب كمان الواحد لما يحتفظ بسلامه يمتنع عن خطايا كتير كلنا بنندم لأن مع لحظات الانفعال تطلع خطايا كتير الاحتفاظ بالسلام يسمح لك بالسلام لما يبقى قلبك هادي تعرف تتكلم مع ربنا القلب المضطرب معرفش يصلي خلاص الصلاة هتيجي ازاي مع واحد قلبه منزعج كمان حتى استماع صوت الله يبقى صوت ربنا بعيد قوي مع الموج العالي لأن صوت ربنا صوته منخفض خفيف عاوز جوه فيه سلام لما إليه انزعج خده الجبل رجع له سلامه عشان يعرف يتفهم معا وبعدين قال له اي مشكلة ليه حل إليه انزعجت ليه تطلع من إذابل يعني السلام مرتبط بتلات مفاتيح وعاوزين التلاتة دول يبقى في جيوبنا كل يوم فاتثغل واحد منهم في أي وقت يرجع لك سلامك زي ما هنشوفها ازاي دلوقتي مفتاح الإيمان أو الاتكال ومفتاح الحب أو المحبة ومفتاح الشكر أو التسبيح هنشوف ازاي المفاتيح دي تخلي الواحد عنده سلام وبالمناسبة لما بنقول لكم صلوا قدسات كتير القدسات هي اللي بتديك المفاتيح التلاتة دول ولما بنقول لكم خدمه الخدمة في أصلها بتديك المفاتيح دول يعني اللي جواه الرب يخدم إيمانه زاد محبته للناس زادت شكره زاد واللي بيصلي قدسات إيمانه بيزيد محبته بتزيد وشكره بيزيد تعالوا نبدأ بمفتاح الثقة أو الاتكال كمصدر للسلام لما الواحد بيصق أكتر في ربنا دايما نقول لنفسك هيحصل إيه ربنا موجود ربنا مسؤول أنا صغير هو كبير الشغلة دي شغلته العيال دو العياله البلد دي بتاعته الدنيا دي كلها ليه أنا ليه هشيل الدنيا فوق راسي ده هو شايلني وشايل الدنيا لما الواحد بيكلم روحه كلام إيجابي الثقة دي بترجع له السلام ففي علاقة وثيقة بين التسليم والسلام والتسليم ده بيحتاج السلف توك ده إنك تفضل تفكر نفسك لماذا أنت حزينة يا نفسي لماذا تزعجينني هيعمله فيك إيه يعني هو حد فيهم يقدر يعمل حاجة إن ما كانش واخد إذن من ربنا فتعد تكلم روحك كده بطريقة إيجابية تستعيد سلامك كمان زي ما قلنا آيات معينة ممكن تفرق جدا معك وعود ربنا كتير قوي دي تخلي عندك سلام لما تتخيل إن ربنا بيبصي لك كطفل وهو أبوك أو جدك طب خلص هو مستني حد أجاب نعيل يعني حد تتعيل هيعمل إيه يعني صليت ولا ما صليت بقى هعيل بس هو كبير عشان كده بيقول من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله يعني إيه ما تستناش من نفسك كتير استنى من ربنا كتير ما تستناش من نفسك كتير تبقى نفسك تصلي السبع صلوات مش عارف يا ابني ما انت على قدك خلاص اعترف قدام نفسك إنك غلبان وعلى قدك لكن استنى من ربنا كتير لأنه هو كبير بس انت على قدك الثقة في إنه اللي سايق الدنيا شخص حكيم جدا جدا وملوش غير غرض لمصلحتك هو خلاصك وخلاص كل اللي حواليك فده يخليك رأي رأاخ الروآن ليه الحكمة الإلهية تطمنك ما أبعد أحكامه عن الفحص البلد دي متساقب ربنا والعالم كله والخدمة فالموضوع ما يستهلش منك الفرق والهري والكلام ده خالص هو عارف بيعمل إيه كويس الثقة في الملكوت إحنا مدعوين للملكوت وعمال يجهزنا للملكوت طيب ما ده الواحده يخليك عندك سلام مرة كنت قاعد بزور واحد مريض وحالته صعبة يعني قال لي بص أنا عندي سلام غريب خفيت هخدم ما خفيت باخد إكليل موت رايح الزمل فالحكاية هو ده المسيح الصح اللي ما فيش حاجة تفرق معاه في الآخر كمان الثقة في استجابة الصلاة هو إحنا فاكرين إن صلاواتنا دي إليل عند ربنا ده كل كلمة الواحد بيقولها عند ربنا بخزنها يعني أنا دايماً أتعجب من كلمة رئيس الملايكة لابونا زكريا وقالي صباط يقوله طلباطة قد سمعت عشان كده زكريا الحياة ما قدرش يسكت يعني حاوز يقوله دلوقتي أنا طلبت الموضوع من 40 سنة لمؤاخذة يعني انت مش واخد بالك ده انت عندك فروق توقيت عالية قوي فقاله طلباتك قد سمعت يعني لأنا قلته زمان وإحنا لسه متجوزين جديد كان مسموع آه كان مسموع بس هو ربنا يعني قال يوحنا ييجي على كبر أحسن يعني الكلام ما رحش لا لا ما تسجل عندنا يعني الطلب موجود طلب موجود ما رحش فيش طلب محطوط على مكتب ربنا بيتسرق أو بيضيع لا موجود حتى لو بقى له سنين طلباتك كلها مسموعة صلواتك كلها متخزنة قدام ربنا تبدأ شيء يريح جدا لأنك طلباتك غالبا خير كلكم أولاد ربنا وطلباتك حلو الإيمان ده يخلي الواحد عنده سلام لما تصق في عقيدة أنه ربنا بيحرصنا بملايكته وأي ملاك أقوى من أي جيش وبيحرصنا بصلاوات أمنا العدرة ودي قوية في الحروب أمنا العدرة دي يعني تهز جبال وإحنا أولادها دي أمنا طب ماذا شيء يخليك متطمن جدا الثقة أنه ربنا لما بيلاقي واحد ضعيف بيحب يشتغل فيه طب ده برضو يشجعك ليه أنت أكتر واحد عارف أنك ضعيف وهو أكتر واحد يحب الضعيف يشتغل فيه قواتي في الضعف تاكم ده برضو شيء مريح الثقة في الغفران دي مهمة جدا كلنا بنغلط بساعات نغلط غلطات كبيرة بس في حاجة اسمع غفران دي مش فكرة وهمية دي حقيقة دي إرادة إلهية ربنا يحب يشيل الخطيئة مات عشان كده والغفران مهما كلفه هو يكثر الغفران خليكه آثق الثقة في التغيير مهما كان طبعك وعيوبك ومشاكلك وظروفك كل ده ممكن يتغير لأنه بيحب يعمل كده وبيعرف يعمل كده كويس كل المجالات الثقة دي نتجتها إيه؟ سلام فهمت المفتاح؟ فأول ما تلاقي نفسك فاقت سلامك دور في جيوبك على مفتاح السق أو مفتاح التسليم لازم أنت ما شغلتوش كويس شغلوه هتلاقي نفسك استعدت سلامك تاني مفتاح مفتاح المحب وهنا أقصد مش محبتك لربنا أقصد محبتك للناس ما يفقدنا السلام هو توتر العلاقات في الشغل ناس متعبين في البيت ناس ساعات متعبين في الخدمة ناس عادة متعبين طيب وبعدين كده أنت هتفقد سلامك طول الوقت؟ لا تفقد سلامك في حالة واحدة لو ما عرفتش تحب الناس لو عارف تحب كل اللي حواليك لن تفقد سلامك أبدا طيب مش منظمين وأنت بتحب النظام صلي في سرك وبدل بتحبهم استحملهم عادي هتعمل ايه؟ لكن لو مش بتحبهم هتفرع عنك بس بدل بتحبهم هتستحملهم هتعذرهم فهنا دايما شغل مفتاح المحبك علاقتك بكل الناس ما فيش غير الحب مهما كانت عيوبهم شخصياتهم أشاكلهم ما انت مش عاوس حاجة من حتى ولا فارق معاك حتى انت كفاء عليك ربان بالوضع ده يخليك ما تضطربش أبدا لأنه بينك وبين كل الناس سلام وده يخليك انت نفسك عندك سلام محبة الناس ما تسمح لكش انك لا تتخاصم ولا تتدايق من حتى ولو تدايقت بسرعة بتشيل المدايقة ليه؟ زي تعبير ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم كان عايش في سلام على فكر عشان عنده ثقة عالية جدا ولا يقبل الخصام أبدا فاكرين أزمة الرعاة أول جملة قالها إيه؟ لا تكن مخاصمة بيني وبينك ده مبدأ أنا ما حبش العكرة هنفضل يا ابني حبايت اخد اللي انت عاوسه قدر ما تقدرش اللي أنا عملت ودي حاجة تعتك بس أنا ما بكرهش وما بخصامش خلص عاد ابونا ابراهيم لخيمته مليان سلام ولوط فقد السلام لنهاية عمره بالقرار اللي خده ده محبة الناس تجعلك تتوقع الخير في الناس تصدق ان الناس هتتصلح تصدق ان الناس بكرة تتغير بتصدق في بكرة وبتصدق ان الناس بتتصلح محبة الناس تخليك تستحمل والاحتمال يقلل المشاكل جدا محبة الناس تخليك تعذر يا بخته اللي بيعرف يعذر الناس ما بيفقدش سلامه تعرف تبلع يا بخته اللي بيعرف يبلع ما بيطربش وما بينزعيك تعرف تفوت وتكبر كمان محبة الناس تخليك تستر وده برضو يخليك عندك سلام تدافع عن الناس بدل ما تتهم الناس اذا المحبة عموما والعلاقات اللي كلها محبة تخلي الشخص عايش ما عندوش ابي مشكلة لانه مش عاوز حاجة من حد ثالث مفتاح مفتاح الشكر يبقى عاوزين نعيش في سلام عشان نوصل للسماء لانه اللي مش عايش سلام هنا ملوش في السلام اللي هناك الشكر مصدر السلام وإحنا عندنا أسباب تخلينا نشكر 24 ساعة لان الشكر يصون العقل يعني اللحظة اللي هتسرح فيها في مشكلة قبرك كتير انك كنت تقول اشكرك يا رب على مشكلة حلت مرة كنا قاعدين هنناقش مشاكل في الخدمة فخادم عاقل كده قال ممكن اقول حاجة لان لأنا كلنا مشدودين وفيه أزمة ممكن نقف نصلي ونشكر ربنا على المشاكل الكتير اللي اتحلت قبل كده فكاة رسالة جميلة صحيح قبل ما نفتح ملف المشاكل ما عدت علينا مشاكل قد كده وخلصت تم نفتكرها الأول وفعلا لما وقفنا بس شكرنا في خمس دقايق نفسيتنا اختلفت خلص وإحنا بنتناقش في المشاكل لمجرد قبل ما ندخل على مشكلة جديدة راجعنا أنه يعمى مشاكل وربنا سطر فأول ما بتدينا نقول أشكرك يا رب على واحد اتنين تلاتة عشرة خلص يبقى 11 هتعدي الشكر يزيد البركة أظنكم كلكم عارفين الشعار ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر طيب يبقى أنت كسبان لما بتقول أشكرك يا رب على فلان وأشكرك على الموضوع ده وأشكرك على الخدمة وأشكرك على الصحة وأشكرك كل ده بيزود البركة والنعمة الشكر كمان يخليك تزداد تواضعا والتواضع يخلي عندك نعمة ونجاح في كل حاجة ويحل المشاكل من غير مجهود لأن الشكر ينسب كل شيء لله فعلى طول يغرز جواك التواضع الشكر موقف إيجابي في الحياة في ناس سلبية قوي ناقضة عينها دايما طلقت الغلط الناس دولت عبنين ومتعبين إنما الشخص اللي دايما شايف حاجة حلوة ده مرتاح وبيريح لأنه شايف الدنيا خير يعني الشكر هو بداية دخولك للسماء لأن السماء حالة شكر مستمر إحنا في السماء مش هنطلب طلبات خلاص مش هنلاقي حاجة نطلب ما عندناش حاجة نطلبه لا هنطلب شفاء مفيش أمراض ولا هنطلب عمر مفيش موت ولا هنطلب حل مشاكل مفيش مشاكل ولا هنطلب حتى الرحمة لأنه مفيش خطية فمش هنلاقي حاجة نطلبها في السماء كل اللي هنعمله في السماء نشكرين يا رب بيحبك وراجع أنه ضابط الكل في يده كل حاجة وراجع إيمانك أن الغفران مش مستحيل وراجع أن ربنا بيلم أراك حتى أخطائك وراجع أن السماء اسمك مكتوب فيها ما تمساحش راجع كل ما هو إيماني موضوع ثقة لما تفقد سلامك راجع ده لو سمحت لأنه ما حصلش حاجة مهما حصل في الدنيا برضو بقى قولك ما حصلش حاجة بدل السماء ما تسرقت العمر يتسرقه ماله ما تفرقش كتير لما تفقد سلامك صلي وراجع مع علاقتك بالناس أنت عاوز إيه من الناس الناس ده المتعبين أنت مطلوب منك إيه أحبه يعني سامح يعني عزره يعني استحمله يعني شجعه لكن مش مطلوب أن هم يتغيروا تغيروا ولا ما تغيروش دي مش موضوعك أنت ده فأنت لما تصلي وتراجع مبادئ المحبة هتلاقي نفسك استعدت سلامك مرة بتكلم مع أب عياله وبعده عن الكنيسة وعادة النوع ده بيبقى نفسيا تعبان لأنه حاسس بالزنب والتأصير فلاقيته عنده سلام متطمن كويسة عارف يتعامل مع نفسه بدل ما يفضل عايش في إحساس زنب ومزمن أو عاوزهم يتغيروا دلوقتي مش هينفع صلي واشكر كتير كل ما تحس إن السلام هربان منك جرب تقول أشكرك يا رب كتير جربها وإنت مظلوم جربها وإنت مريض جربها وإنت خسران حتى لو طلقت من لسانك يفضل قلها لغاية ما تطلع من قلبك لكن كل ما تقول أشكرك يا رب كل ما السلام يعلى 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 لغاية ما يستقر جواك في كل الأحوال لما تفقد سلامك صلي 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 لغاية ما يرجع لك سلامك ما تبطلش تصلي طول ما أنت لسه مضطرب لا تضطرب قلوبك افصل عنك أي حاجة وصلي لغاية ما تستعيد سلامك بعد كده بقى عاوز تقرر عاوز تتكلم عاوز تتحكي عمل اللي أنت عاوز لكن المهم أنك أنت ما تطلعش من الصلاة إلا ومعاك السلام السلام عاطية دائمة مع كل صلاة فغلط كبير أن احنا ندخل نصلي ونطلع من غير سلام يبقى في حاجة غلط يبقى ربنا كان بيعمل كده بيديك السلام وانت عامل إيدك كده حططها في جيوبك فخرجت زي ما دخلت ما هو كان عاوز يديك السلام ما أنت دخلت تصلي فخلص يبقى الواحد عنده الحل على فكر مش صعب أن الواحد في عالم مضطرب منزعج يقدر برضو يستعيد سلامه وساعتها يبقى هو ده اللي طبيعي يكمل على السماء لأنها كلها سلام لإلهنا كل مجدو سلام لإلهنا كل مجدو أمين ترجمة نانسي قنقر